اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي منتظرين ان احنا ننادي عليهم من خلال ربنا يسوع المسيح يشرفني النهاردة يكون معايا في الحلقة الاخ ماجد ثابت اهلا بيك اخ ماجد انا بسوطا حضرتك معنا وانا اكتر تشرف الامتياز ما بعد امتياز الرب يبركك ويستخدمك بقوة اكتر ومعايا المرنمة الحلوة اهلا بيك يا شيري وحشتينا والحقيقة بنقدم تعزية انا بقدم تعزية كبيرة لشيري في وفاة ولدها الخادم الرائع المبارك الدكتور زكري عبيد في بلدنا المصرية عشان كده هي ما كانتش قدرتي جيت شاركنا البرنامج ربنا يعزيك ويبركك ويتمجد معايا يا شيري شكرا يا اختصال وما بسوطة بقى معاكو ومع الاخ ماجد ومع كل المتشفعين واللي جايين نرفع قلوبنا وبلدنا للرب امين في اسم الرب يسوع احبقنا احنا ما زلنا في العنوان بتاع الحلقة وعود الله وصياه بناخد وصية وبناخد وعد ونشوف الروح القدوس عايزنا نكمل ازاي لكن قبل ما بنتكلم عن الوصية والوعد بنصلي لاجل بلد دولة معينة وبنصلي لاجل مرض مزمن معين صلينا لاجل امراض كتيرة وصلينا لاجل بلد قرات وحنكمل صلاة احنا بدينا في قرة اوروبا الاسبوع الماضي وحنكمل اوروبا مليانة بالدول الكبيرة فبناخدهم بحسب اكثرية عدد السكان اخذنا روسيا الاسبوع الماضي النهاردة هناخد تركيا تاني اكبر عدد سكان دولة في قرة اوروبا دولة تركيا عدد سكان تركيا 86 مليون و800 ألف الاسلام فيها بيمثل 96.1 من عشرة في المية من عدد السكان ثلاثة واثنين من عشرة ليس لهم ديانة في تركيا نسبة 6 من عشرة في المية مسيحيين فقط اقل من واحد في المية مسيحيين هناك واحد من عشرة في المية ديانات مختلفة يبقى عدد المسلمين هناك 96.1 من عشرة في المية عايزين صلاة عايزين تشفع لاني الروح القدس الاسبوع ده بيقول لي هناك ارض كثيرة للامتلاك عارفين زي ما كلم يشوع في يشوع 13 وقالوا ان في ارض كثيرة للامتلاك حناخدها في البلاد دي وعارفين حنصلي ان الرب يعرف في البلاد دي زمن افتقادها ان ده زمن افتقاد في هذه الايام الاخيرة عشان كده انا بنادي على كل الحراس اللي على الاسوار تعالوا نقف تعالوا ما نفكر في نفسنا تعالوا نفكر في النفوس اللي بتهوي قريت على اني 190 ألف بيتولد كل دقيقة كل دقيقة 190 ألف بيبي بيتولد 153 ألف بيبي بيموت كل دقيقة كل دقيقة فكم وكم بقية البشر حبايب احنا مسؤولين عنهم امام الله واحنا هندي عنهم حساب لحد ما الرب يفتقد هذه النفوس الغالي على قلبه اللي دفع فيها تمان غالي كمان هناخد مرض معروف جدا اللي هو مرض السكر ومضاعفته للأسف ان مرض السكر طبعا يعني مرض معروف ومشهور ومصاب به كثيرين جدا حتى بين الاطفال حتى بين حديثية الولادة كنت بقرأ احصائيات عن حديثية الولادة كل مئة طفل فيهم عشرة بيتولدوا معهم سكر عدد الاطفال مصابين بالسكر خمسمية سبعة وتلاتين مليون طفل في العالم من سن واحد لإحداشر سنة ده غير اللي بيتولدوا عندهم سكر عدد الكبار البالغين 422 مليون نسمة يعانون من السكر كلنا نعرف مضاعفات السكر على الجسم السعودية هي أكبر دولة فيها نسبة سكر للأطفال في السعودية كلنا عارفين المضاعفات بتاعته الأمراض بتاعت الأوعية الدموية تلف الأعصاب تلف الكلا تلف العيون تلف السمع أمراض جلدية الزهايمر كلها مضاعفات السكر وزي ما قلت كل مئة طفل بيتولد بيتولد عشرة يحملون وقف للبنكرياس بتاعهم فمش بيفرز أنسولين لكس عايزين نصلي لأجل مرضى السكر عايزين نصلي لأجل تركيا كدولة إسلامية كيف يصليها الروح القدس اللي ما بنقدرش نقوله باللغة بتاعتهم بنقوله للروح القدس يوصل هلهم وكلنا عارفين الله لا يعدم وسيلة أن يصل لهؤلاء ويستردهم لحظيرته في اسم الرب يسوع أمين خلونا نرنم ترنيمة مع شيري وبعد كده نصلي لأجل تركيا والأجل مرضى السكر جميعا كبار وصغار وبعد كده نكمل مع أخونا ماجد باقي الحلقة أمين أحبك رب يسوع أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع فليس لي سواك تعالوا كده نديله المكان والمهابة اللي في قلوبنا ملنش غيرك ملنش على غيرك ولا يسود علينا غيرك يا رب اشتركوا في القناة اتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع أصبح اسمك قدوس وليس لي سواك أتبعك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع أتبعك أتبعك قدوس وليس لي سواك وليس لي سواك ولا نرخيك يا رب يا رب يا رب ما فيش إله تاني غيرك ما فيش صخر كامل صنيعه زيك ليس مثلك بين الآلهة بننادي عليك من قلوبنا بنصرخ إليك يا رب ياللي مكتوب ان صرخة الأسير يا رب انت بتسمع بنجيلك من ضيء ومن تعب ومن قدم ومن شعوب بعيدة عنك كتير يا رب لكن جايين طلبينك انك تشيل يا رب الغشاوة على العينين وعلى القلوب والأساوة انك تيك تقتحم بمحبتك القلوب والعقول يا رب تيجي بنور تشرق يا رب على الجلسين في الظلمة وفي ظلال الموت يا رب بنشكرك من أجل محبتك من أجل صليبك بنشكرك لأن فيه يا رب الشفاء فيه التحرير فيه الغفران يا رب يا رب ما بيملاش عينينا ولا قلوبنا غيرك عشان كده خد راحتك واعلن يا رب في وسطنا يا رب واستسمر يا رب كل أمر يا رب لطعتك يا رب وخلي حياتنا العرش المريح لشخصك يا رب نسلك كما ينبغي ونعيش كما ينبغي يا رب أن نكون لكل المكت أمين أمين يا رب بنعظم اسمك ونباركك يا سيدنا رب بنشكرك لأنك أنت ساء الله الصلاة اللي بتسمع صلاتنا يا رب اللي بيأتي إليك كل بشر وبنقولك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر بنأتي أمامك يا رب فعلا كأبناء يا رب غليين على قلبك مقتنى دمك لكي نرفع عيوننا إليك يا رب ونطلب في اسم ربنا يسوع المسيح أن تفتقد تركيا يا رب في اسم الرب يسوع يا رب هذه الشعوب التي لا تعرف شمالها من يمينها التي أنت مدت لأجلها وذوقت كل ألوان العذاب لأنك تحبها محبة أبدية يا سيدنا رب افتقد تركيا يا رب افتقد الشعوب البلاديانات الشعوب المسلمة يا رب خليهم يعرفوك خليهم يا رب يختبروا محبتك خليهم يذوقوا وينظروا كم أنت طيب وكم فعلت لأجلهم الكثير والكثير جدا لتردهم إليك عرفهم يا رب شخصك افتح عيونهم افتح قلوبهم فيعرفوك ويختبروك فادي ومخلص لحياتهم يا رب نحن نمتلك أراضي في هذه البلاد يا رب نحن نصرخ لأجل هذه البلاد من فضلك يا رب انزل إلى تركيا وافتقد شعب تركيا وخلص وغير وهاد بشهود أمناء يا رب لشخصك يخدمونك ويعملون فكر مك يا سيدنا يا رب ستة في المية بس مسيحيين ستة من عشرة في المية أقل من واحد من عشرة في المية يا رب مسيحيين ولا نعلم مين هم المؤمنين فيهم يا سيدنا رب يتعدوا على الصوابع لكن في اسم يسوع نثق ونؤمن أنك أنت تنظر وترى وأنك تنزل إلى هذه البلاد وأنك تجول فيها وتفتقدها وترحمها وتغيرها وتعرفها حبك وحنانك وصليبك يا سيدنا رب بنصلي الأجل مرضى السكر يا رب بنصلي الأجل مرضى السكر وبنصلي الأجل المضعفات بتاعت مرضى السكر وبنصلي الأجل الأطفال اللي بيعانوا يا رب واللي بياخدوا أنسولين ويتشكشكوا كل يوم مرة واتنين ويبكوا وهم مش عارفين ليه يا رب ارحم ارحم هذا المرض وأفتقد يا رب كسرين وإيش فيه اخلق بنكرياس جديد في كل واحد يا رب يعاني ويطلب وجهك ويرفع عينه إليك سواء كان كبيرا أم صغيرا يا سيدنا رب بنترجى وجهك فيهم بنترجى وجهك في الأطفال يا رب بنترجى وجهك في الكبار اللي عندهم مضاعفات يا رب في كل أجزاء جسمهم يا رب في العيون في الكلة في السمع في كل جزء في جسمهم بيعاني بسبب وقف البنكرياس يا رب في اسم ربنا يسوع المسيح نستودعك بقية الحلقة باركنا بكل باركة وبرك كل مشاهد بيسمعنا ويشاهدنا الآن لك الكرامة ولك كل الميت آمين آمين يا ربنا شكرا لك من كل القلب نعظمك ونكرمك لأجل محبتك التي أتت إلينا فغيرتنا ما كان هناك أمل فينا على الإطلاق ولما اختبرنا هذا الحب هذا الإحسان الإلهي اختبرنا اللي قاله الكتاب الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نورا شكرك من كل القلب كنت واجد فينا إيه يا ربي شد قلبك كنت شايف فينا إيه حسن نحن كنا ساعتها في الظلمة لكن شكرا لك من كل القلب فجأة لقينا شخصك الكريم اللي كتب عنك النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان قاتيا إلى العالم جيت لغاية عندنا أشرقت في قلوبنا واللي ما كانش فيه منه أمل أبدا أشرقت في قلوبنا وأنارت قلوبنا لمعرفة شخصك معرفة الله في وجه يسوع وعشان كده لما اختبرنا اختبرنا أحلى أوقات وأحلى حياة لما تعرفنا وتقابلنا بك حالا اختبرنا اللي قاله الكتاب لأنكم قد زوقتم أن الرب صالح دقناك وعرفنا حلوتك وجمالك وعشان كده لما بيتحطوا قدام عينينا اللي محرومين منك اللي بعاد عنك اللي باللغة أنه مش ممكن يتوصل لهم يا رب أو زي ما الكتاب قال أنه إلى هذا الدهر قد أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة شخصك عشان كده احنا لن نفشل أبدا يا رب وكما وصلت لأنفسنا التي كانت في الظلام الدامس تستطيع أن تصل إلى كل نفس بعيدة يا رب بنخصص الطلبة في هذه الحلقة يا رب ومش بس في الحلقة دي لكن نفضل نواصل أمامك الطلبة بلجاجة من أجل تركيا يا رب حطها بين إيديك يا رب الشعب زي نينوى اللي تقال عنه لا يعرف يمينه من شماله لكن يقينا كلمتك صالحة وتصل وتعبر كل الحدود يا رب عندنا ثقة في كلامك الصالح لما قلت الحصات كثيرة كثير الحصات كثيرة الفعل قليلون يا رب احنا بنصلي لأجل فعلة حقيقية يستخدمهم الروح القدس يصلوا إلى تلك الأماكن المظلمة يا رب ولما شخصك تأمر ومشيئتك تكون مفتوحة أمام هؤلاء الفعلة مش ممكن حد يقف قدام عمل الروح القدس أبدا يا رب أبدا حدش يغلق الباب أبدا قدام الروح القدس واتحقق اللي قاله الكتاب أفتح ولا أحد يستطيع أن يغلق يا رب افتح الباب افتح الطريق اشرق بنورك على كل قلب مظلم انت قرب تتيجي يا رب قرب تتيجي ومن فضلك نضع هذه النفوس المحرومة يا ربنا لألا تعد أنفسها للهلاك لكن بنصلي أيضا لألا كل نفس متألمة نفس تعبانة ولا سيما من أجل مرض السكر يا رب أطفال وكبار عانوا سنين وبيعانوا مين يشفق يا رب مين يرحم غيرك احنا عارفين أنه بسبب الخطيئة دخلت هذه الأمراض إلى أجسادنا لكن من يستطيع يا رب من يستطيع أن يشفق وأن يشفي وأن يرحم وأن ينقذ نصلي بلجاجة من أجلهم يا رب وثقين في أنه عملك وآياتك وعجائبك لم تكن في أوقات وتوقفت لكن مستمرك كل صلاحياتها إلى الآن يا رب ننتظرك بكل الجود والإحسان لقدسيك وأحبائك يا رب لك كل المجد أمين مبارك اسم الرب أحبقنا غدا بكرة تحتفل الولايات المتحدة بعيد الحب كل السنة وجميعكم طيبين وبخير وفي حب مستمر متجدد لجميع أفراد أحبائكم وأسرتكم وإحنا حنقف النهاردة وقفة وش إحنا اللي حنقفها الروح القدس عايز يقف مع كل حد دلوقتي ويسأل كل واحد في عيد الحب ويقول له أتحبني؟ أتحبيني يا فلانة؟ أتحبني يا فلانة أنت بتحبني؟ طب لو بتحبني أحفظ وصائعي يا ترى دور الرب في عيد الحب إيه؟ هل بنحب الناس عشان نقدم ورد ونقدم هدايا لبعض؟ أهو ده الحب؟ ولا مين مصدر الحب اللي علمنا إزاي نحب؟ تعالوا نرجع للمصدر ويبقى عيد الحب أولاً لصاحب الحب نفسه اللي أحب أنا إيه للمنتهى وبعد كده ندور على الدرجة التانية وهي البشر عشان كده هنرجع لموضوعنا وعود الله وصياه ونشوف الله بيوصينا بإيه مع أخونا ماجد؟ وبعدين نشوف الوعد بتاعه لنا إيه؟ إيه رأيك يا أخ ماجد؟ تعريف الرب للوعد لآسف تعريف الرب للمحبة مختلف تماماً كل الاختلاف عن تعريف العالم ليه طبعاً العالم تعريفه للمحبة إزاي أنا استفيد؟ إزاي أنا آخد؟ إزاي أنا أتمتع؟ صح وفيه شاهد مشهور قوي في تموساوس التانية إصحاح ثلاثة تموساوس التانية إصحاح ثلاثة يقول إن الأيام دي أيام صعبة الناس فيها هيكونوا محبين لكن مش محبين لبعضيهم لكن محبين لأنفسهم لأنفسهم محبين للذات محبين للمال يقول دون محبة الله ده العالم العالم محبته لنفسه كيف أستفيد؟ كيف أاخد؟ لكن في حاجة معينة بعينها الرب قالها في إنجيل يحنة إصحاح خمستاشر إنجيل يحنة إصحاح خمستاشر وعدد اتناشر في حاجة عجيبة قوي يقول هذه هي وصياتي في وصايا كتير قال الرب قالها ووصانا بيها بس ما فيش حاجة بعينها اتقالت وصيتي إلا الوصية دي هذه هي وصياتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم على فكرة المقياس كبير لو قال مجرد نص الآية الأولاني اللي هي هذه هي وصياتي أن تحبوا بعضكم بعضا كان كلنا هنجتهد إن إحنا نحاول نوصل إن إحنا نحب بأكبر مقياس أو كل واحد على قد طاقته يحاول يحب لكن هنا الرب حط المقياس الوحيد اللي كلنا لازم نحب على أساسه يقول لنا كما أحببتكم بس كما أحببتنا دي كبيرة قوي مقياسه كبير ده شيء أكبر من الوصف وعشان كده يجي في العدد اللي بعده اللي في عدد 13 يقول ليس لأحد حب أعظم من هذا فيش حاجة حب أكتر من كده شايفين هقول الحاجة اللي لازم كلنا نقف عندها أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ده أتار الرب لما جيه يحط كلمة محبة لما جيه يحط تعريف المحبة حطها بالارتباط بالتضحية مش بس أضحي يعني قدي من ممتلكاتي أو قدي من اللي عندي لكن يقول يضع نفسه على فكرة ده مستوى عالي جدا والأحسن نفكر أن المستوى ده بس الرب قاله والرسل أو التلاميذ يعني فهمه فهم عابر لا ده نفس الرسول يحنى كتب رسالة اسمها الرسالة الأولى في الرسالة الأولى في إصحاح ثلاثة يقول كلام نفس الكلام بالضبط في يحنى الأولى ثلاثة وعدد ستاشر يقول كلمة عجيبة أوي بهذا قد عرفنا المحبة يعني لما جينا نعرف يعني إيه محبة أن زاكة وضع نفسه لأجلنا ياه يعني لما جينا نفهم يعني إيه محبة ابتدينا نفهم أن زاكة شخص الابن الحبيب ربنا يسوع الحبيب وضع نفسه لأجلنا طيب بعد إذنك الرسول يحنى بعد إذنك طيب تعرفني أنا لما جي أحب الآخرين أحبهم على أي مقياس نكمل الآية فنحن ينبغي لنا أن نضع مش نحب لا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة ده أتاري توصل المحبة بينا أنه مش أحب يعني أدي من اللي عندي للآخرين أو مجرد أضحي بوقتي للآخرين لا ده المحبة في تعريفها الحقيقة أن أضع نفسي عن الآخرين تقول لي لا ده ده مستوى كبير ده مستوى لا مش كبير خلينا أقولك ده مستوى مستحيل ما يتم مش أبدا طيب إيه رأيك لو حبيت أقول لحضرتك إن حصلت حقيقي في ناس حبت ناس لا خلينا أقول ناس حبت واحد ومش بس ضحوا من أجله لا ده حطوا حياتهم عشانه لو نفتح الشاهد اللي هو في روم كان الرسول بولس بيبعث قال لهم حاجة عجيبة قوي في رسالة روميا سكيلة وأكيلة معي في المسيح يسوع أرجو إن المشاهد الكريم ياخد باله من الكلمة الجاية الذين وضعوا عنقهما من أجل حياته الذين وضعوا عنقهما من أجل حياته توصل المحبل كده تعرفين أن الرسول بولس كان في أفاسوس عرضا أن حياته كانت تنتهي والحاكم هناك أقر بأن بولس لازم يموت لكن فجأة ظهر اتنين في المشهد برسكيلة وأكيلة وراحوا للحاكم قالوا له أنت طالب رقبة واحد يموت؟ آه قال له عندك اتنين بالنسبة له يموت بالنيابة عن بولس وضع عنقهما من أجل حياته حبايب أقول إيه؟ اليومين دول مش هقولك سلم على أخوك اقبل أخوك قدي من وقتك لأخوك لكن هقولك الكتاب اللي احنا بنفهمه والرب اللي احنا تعرفنا عليه بيقولك ضحي بحياتك لأجل أخيك ياه توصل الأمر لهذا عايز أقولك كلما تعمقت في محبة المسيح وكلما دخلت لهذه الأغوار اللي ملهاش حدود تعرف أن حياتنا ترخص قوي 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 وياخده القديسين وحبايب الرب نفس المكان للرب تقول أنا ممكن أضحي بحياتي لأجل الرب صدقني لو وصل الأمر لكده أنت ممكن تضحي حياتك لأجل أحباءه أيضا رب يدينا معونا قلبنا يتفتح بسم الله ونحب الرب محبة حقيقية وهنلاقي كل ما بنحبه أكتر بنحب إخواتنا أكتر وأرجع أقول لأن هذه هي وصيته أن نحب بعضنا مجدا للرب هليلويا كلام رائع الرب يحفره جوانا بالروح القدس مش نسمعه وننبسط دي ونقول آه صحيح آه ده حلو لكن بصلي أنه يتحفر جوايا وجواك وجواك بالروح القدس على قد ما نحب الرب أكتر ومحبته تزيد جوانا على قد ما محبتنا الآخرين تكون أكتر خلونا نرنم ونفرح بالرب حبيب قلبنا مع أختنا شيري فرجعت إذ غرفت أنك الحب الوحيد تستطيع أن تفيد حتى في قلبي الصغير كي أعود من بعيد بمنطق الحب الجديد وأحب الآخرين أحب كل الآخرين أحب كل الآخرين أحب كل الآخرين أحب كل الآخرين حتى حبك حتى حبك تركت واعتمدت واتكلت على حب الآخرين فرجعت إذ عرفت أنه ليس صديق فرجعت إذ عرفت أنك الحب الوحيد تستطيع أن تفيد حتى في قلبي الصغير كي أعود من جديد كي أعود من جديد بمنطق الحب الجديد فأحب الآخرين أحب كل الآخرين أحب كل الآخرين أحب كل الآخرين قلبي أمبد من جديد يدعوك يا رب المجيد أعلم أني شرعت حتى حبك حتى حبك تركت واعتمدت واتكلت على حب الآخرين فتعبت إذ وجدت أنه ليس صديق فرجعت إذ عرفت أنك الحب الوحيد تستطيع أن تفيد حتى في قلبي الصغير كي أعود من جديد كي أعود من بعيد بمنطق الحب الجديد وأحب الآخرين أحب كل الآخرين أحب كل الآخرين حاللويا وارك اسم الرب في سؤال بيطرح نفسه قدامي بيقول لي ماذا يعني عيد الحب لك والسؤال ده اللي جاي قدامي أنا أنا عايزة حطه قدام كل واحد بيشوفنا النهاردة وعيد الحب يعني إليك يعني إنك تاخد أولادك وأسرتك وتروح تاكل برا يعني إن أنت تشتري هدية لصديق ليك تشتري هدية لأهل بيتك تشتري شوية ورد عشان عيد الحب لي صديقة عندهم محل ورد تقول لي أكتر مبيعات في السنة اللي مش بنلحق عليها هي وقت عيد الحب بصلي إن الرب يجدد مفهومنا للحب يجدد مفهومنا للحب مش الحب إن أنا أشتري شوية ورد لكن الحب إن أنا أسامح وأغفر وأسيب ربنا يستفي ويشوف صرفة للآخر اللي أنا مش عارف أتعمل معا أقول له أنا أغفر وأنا هسامح وأنت أوصله بطريقتك جوه يفضى يفضى من كل جروح من كل ضغينة من كل ديء من كل مرارة مرارة من كل كسرة يفضى ويملك محبة الله الرائعة ويبقى عيد الحب بحقه حقيقي إن بحب هو اللي يستاهل يتحب لكن حنرجع لوعود الرب لينا مع أخونا ماجد ونقول له وعد الرب لينا يا أخ ماجد الوصايا مليانة كلام صحيح إي رأيك وعد الرب لينا أشوفه في رسالة غلط يا أصحاح 2 وعدد 20 الرسول بولس كان في بداية عمره الإيماني أو خلينا أقول من بداية الرسالة الرسائل اللي هو كتبها كانت رسالة غلطية ولما بولس في رسالة غلطية كان بيكتب كان لسه يدوبك بيبتدي في أول درجات المحبة فلما جاه يكتب في غلطية 2 وعدد 20 قال ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه يا أبي ولما أجي أسأل بولس ما بيحبش غيرك؟ ما بيحبش غيرك أنت؟ أنت أنت اللي مالي المشهد يا بولس الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي معرفش اتقابل مع يحنى وقتها وسألوا عن المحبة تعرفين أن بولس ما شافش الرب بالجسد ما شافوش بالعين لكن اتقابل مع الرسل اللي شاف الرب ولو أتيح لي الناس أل بولس أقول له يا بولس ما سألتش حد من التلاميذ عن المحبة اللي شافوها من الرب ممكن يكون سأل يحنى وقتها يقول له يا يحنى حسيت بإيه؟ يقول له بص أنا لما جيت أكتب الإنجيل بتاعي كتبت التلميذ الذي كان يسوع يحبه أليلويا أنا كان بيحبني ولما حبني أنا عرفت طعم المحبة فخدت مكاني يقول له في أنهي حت يقول له منين ما تلاقيني منين ما تلاقي الرب قاعد مع التلميذ يقول لك التلميذ الذي كان في حضن يسوع أنا كنت قاعد في حضن والحضن ده مش مفتوح للكل ولا ليك أنت لليحنى لا مفتوح للكل بس أنا كنت باسبأ الكل وكنت بروح قاعد في الحضن ده وأسكن ده المكان اللي قاعد فيه فأعتقد بولس تأثر قال ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي بعدها رسالة غلطية دي اتكتبت في أواخر يعني في الأربعنات أربعنات ميلاديا بعدها كتب رسالة كورونسوس في رسالة كورونسوس قال حتة أكتر شويتين فما قالش أن ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي لكن في كورونسوس الثانية خمسة يقول لنا لأن محبة المسيح سحصرنا في كورونسوس الثانية إصحاح خمسة وعدد أربعتاشر يقول الكلام الحلو ده يقول كورونسوس الثانية خمسة وعدد أربعتاشر يقول يقول كورونسوس الثانية خمسة وعدد أربعتاشر يقول لأن محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا إن كان واحدا قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن مات وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل لأجل الذي مات لأجلهم وقام لغاية كده موقفتش المحبة شويتين كتب رسالة بعديها كتب رسالة روميا في رسالة روميا وإصحاح 8 يقول حاجة أجمل من كده يقول إيه في روميا 8 يقول في عدد خمسة وثلاثين روميا 8 وعدد خمسة وثلاثين يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ لا يوجد شيء تفصلنا عنه يعني حبك حب الكل وصل بيه يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح ولما دخل بقى إحنا خلاص ده هو بيكتب الرسالة دي كانت سنة 58 الثانية كان كتبها في أول الأربعنات فيقول أشدة حتى لو جاءت الشدة مش هتفصلني أضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كل ده مفيش حاجة تفصلني وبعد كده في عدد 38 يقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى شوفوا الكلمة في دقتها وجمالها تقدروا أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا آخر رسالة كان بيكتبها كانت رسالة أفسوس خلاص دي بقى يعني كتبها في إيه؟ خلاص سنة 61-62 إصحاح 3 رسالة أفسوس إصحاح 3 وعدد 35 يقول كلمة حلوة قوي يقول أفسوس 3 وعدد 5 آسف آه 5 وعدد 19 يقول أو خليني أقرأ آسف عدد 18 وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلم بس شوفوا الكلمة دي وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة المرة دي أنا عايز أقول لكم أنا مش عارف أقول لكم محبة المسيح دي مقدارها دي شوفوا التدرج أصدت أقرأ ليه؟ من أول سفة من رسالة غلطية لرسالة كورونسوس الثانية إصحاح 5 لرسالة روميا ثمانية لأفسوس ثلاثة ليه ده كله؟ لأن دي رحلة حياة المفهوم إن إحنا عرفنا المحبة مرة وخلصت لا مين قال كده؟ ده هتفضل المحبة مستمرة معايا كل يوم هفضل أدرك فيها كل يوم لغاية لما يقول والقادر أن يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر خلاص محبة المسيح مالة القلب عارفين بعد ما يقول والقادر بعد ما يقول وتعرفه محبة المسيح الفائقة المعرفة إتا ليه عايزنا نعمل كده؟ يقول لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله يعني إيه؟ هبقى زي الله؟ لا مش زي الله ده الله محبته محيط كبير 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 طب أنا أنا عامل زي الدورة الصغيرة أو عامل زي الكباية الصغيرة تتحط جوه المحيط ده تتميلي أتميلي أتميلي من كل ملء الله فيه ناس النهاردة تشك في محبة الله ليه؟ بسبب شدة، بسبب ظرف، بسبب حرمان معين لكن النهاردة أنا بقول لحضرتك محبة المسيح فائقة المعرفة عايز تغوص فيها، فكر بكل المحبة للرب حط نفسك في محبته، هتلاقي نفسك مغمور بمحبة ملهاش حدود مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب افتكرت في روميا خمسة تمانية يا أخي ماجد لما بيقول ولكن الله بيّن محبته لنا هو بيّنها واضحة قوي إذ ونحن وبعد خطط نستهلش أي محبة مات المسيح لأجلنا هو بيّن محبته لنا ومات لأجلنا الناس مش قادرة تستوعب الموضوع ده الناس بيتحكوا علينا بس عايز أقول لهم كل حد بيستهزق بالكلام ده حبيبي انت عايز توزنها بدماغك دماغك أصغر ما يكون عن فكرة الله وعن قلب الله وعن محبة الله لكن احنا بالإيمان نعلم ونتيقن وتيقن أن الله بيّن محبة لنا إذ ونحن جميعا خطط مات المسيح لأجلنا عشان بيحبنا وعارفين لما بيقولوا كل الناس وكل المؤمنين الإنجيل في آية يحن ثلاثة ستاشر لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية ده الإنجيل كله في آية معروفة أنها يحن ثلاثة ستاشر الرب أحبنا وأحبنا إلى المنتهى وأرسل يسوع المسيح ابنه في صورة إنسان ليحمل خطايا البشرية خطياي وخطياك وخطياك لتكون لنا حياة فيه ويكون لنا حياة أبدية معه أي حب أعظم من هذا؟ أي حب أعظم من هذا؟ أن يضع أحد نفسه لأكل أحباؤه هو ده إيه الحب ده؟ إيه الحب ده؟ يا ترى استمتعت بالحب ده؟ ولا سمعت عنه؟ يا ترى الحب ده عايش فيك؟ وبنسبة قد إيه؟ بنسبة قد إيه؟ مرة زمان الروح القدس قال ليه؟ عارف يا سلوى المؤمنين زي الترمومتر لما كنت في مصر قبل ما يجي هنا فيه مؤمن محبته يدوب 37 درجة الحرارة اللي معايشاه أنا بتكلم بلغة بلادنا المصرية وفيه حد سبعة وربعة، سبعة وشرطتين، سبعة ونص، تمانية لكن فيه مؤمنين حرين في الروح درجة محبتهم للرب 39 و40 وكل واحد بيقوله بحياته، مش بالكلام الله ما يفرقش مع الكلام يا جماعة الله ينظر إلى الداخل يشوف درجة حرارة الروحية جوه كام عشان كده بلاقي السؤال قدامي أتحبني؟ عيد الحب أنا ليه دور فيه؟ روح القدس بيسألك عيد الحب أنا ليه موقف فيه معاك؟ وقد إيه الموقف؟ بتحب بالكلام؟ آه طبعا بحب الرب يسوع ومين ما يحبش؟ ده أنا بحب الرب يسوع وبدفع العطى وبعمل إيه؟ وبدفع عشوري؟ لا يا حبيبي، ده هو عايز محبة مخصوصة تقوله بحبك، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً عارف لما يبقى صديق ليك وتحبه علشان عطياه؟ لا، هتبقى المحبة غراضية لكن أنا بحبك لأني أنا بحبك لأن أنت واخد جزء في قلبي لأني حياتي متعلقة بك تيجي تصلي النهاردة وتقوله يا رب جدد مفهوم عيد الحب في ذهني وخليني أحبك صح وخليني أستمتع بمحبتك الإلهية اللي أظهرتها على الصليب الأجلي وأحبك من كل قلبي، من كل فكري، من كل قدرتي، من كل قوايا ولما هحبك صح، هحب الآخرين صح مش هتبزي المجهود، أنا بحاول أحبها، مش قادرة كل ما أجي أحبها تديني مقلب، تديني موقف، تديني مش عارف إيه، يرد علي بالطريقة دي عزيزي، حب الرب صح، حتلاقي نفسك بتنسى أفعال الآخرين وبتحبهم زي ما هم، وتصلي الأجلهم لحد ما نروح القدوس يتعامل معهم، أمين؟ خلونا نسمع ترنيمة للإله اللي حبنا، ونصلي كلنا إنه يدينا محبة حقيقة بس تحت شرط إنها تصلي معانا، وتقبل محبة حقيقية في قلبك للرب بنسبة مية في المية، لأنه ما يقبلش أقل من كده، لأنه أحبنا مية في المية، أمين حبك لي، رديت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك، ساب حياتي وعشان جمالك بلل عيون، يا رب املى عيوننا بشخصك فنعرف نحب الآخرين يا رب، فعلاً، فقر طقاط حب حتى الناس ما تتحبش، حتى الناس وجعينا لكن نحبهم من خلالك برؤية وبعزم القلب يا رب موسيقى للمنتهى أحببتني مرت علي قومتني عليت مقامي عليت مقامي قدستني أنا قلبي لي على طول مديون للمنتهى أحببتني مرت علي أحببتني 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 عليت مقامي قدستني أنا قلبي لي على طول مديون قلبي مديون لحبك لي رغدت حياتي بنامة غنية قلبي مديون لحبك لي رغدت حياتي بنامة غنية وعشان حنانك ساب حياتي وعشان جمالك مال العيون قلبي مديون عندك سلطان يكسر القيد ودمك يا ما حرر عبيد ضمت جروحي حررتني نسيت أثابي بقلب حنون عندك سلطان يكسر القيد ودمك يا ما حرر عبيد ضمت جروحي حررتني نسيت أثابي بقلب حنون قلبي مديون لحبك لي رغدت حياتي بنامة غنية قلبي مديون لحبك لي رغدت حياتي رغدت حياتي نعمة غنية وعشان حنانك ساب حياتي وعشان جمالك ما للعيون قلبي مديون مبارك اسمك أخ ماجد بقي ثلاث دقايق هتصل لنا عشان نختم الحلقة لأني مش هنلحق نصلي كلنا صلي معينا صلي مع الأخ ماجد اقبل محبة المسيح وردله صدى محبته إن قلبك كله يكون بيحبه تفضل يا خميت يا ربنا شكرا ليك من كل القلب قلوبنا مديونة ليك انت اللي سبقت بالحب يا رجل لسنا نحنا أحببناك لكن أنت الذي أحببك أنت اللي سبقت بالمحبة ما كنا نستطيع أن نظهر محبة من جهتك كانت قلوبنا مضلمة كنا رفضين إطلاقا القرب منك وكان أرجلنا وقفة تماماً مش راضية تتحرك نحيتك لكن شكراً لك من كل القلب أنت اللي جيت لغاية عندنا شكراً عملت المحبة في قلوبنا وجذبتنا إليك نصلي لأجل كل نفس لم تختبر بعد يا رب هذه الحلاوة هذه المحبة يا رب نصلي من أجلها أن تتعامل تعامل شخصي معها يا رب أن تصل إليها أن تجعلها تزوق هذا الحب الجميل يا رب تتغير يا رب إن كان النهاردة الناس تقبل بعضيها بالعفية تقبل بعضيها بالقوة لكن قد إيه لما بنختبر عمق محبتك مش بس بنقبل بعضينا لكن ده احنا بنحط حياتنا من أجل بعضينا يا رب هذا هو كلامك هذا هو محبتك هذا هو الاختبار الجميل اللي عمقته في قلوبنا يا رب من فضلك أوصل لكل نفس لم تراك إلى الآن ولم تعرف عنك يا رب تقابل معها مقابلة شخصية تستطيع أن تغير المشهد من ظلمة من كراهية لمحبة ونور هذا هو شخصك الكريم نستودع تلبطنا بين يديك ونصق في عمل استطاعتك وشدتك التي تستطيع أن تغير كل المشهد أمين 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 مبارك اسم الرب وعود الله وصياه اتكلمنا عن محبته لينا محبتنا ليه والنسبة والتناسب يختلف من شخص الآخر يدينا رب نعمه شكراً لك يا أخ ماجد رب يباركك ويستخدمك بقوة أكتر من كل الماضي في اسمه الرب يسوع الرب يبارك شكراً لك شكراً لك يا شيري الرب يبارك حياتك ويتمجد معاك أكتر وأكتر أحبان المشاهدين منشكركم جداً لأجل متابعتكم معنا خلونا نكمل صلاة لحد الأسبوع القادم نكون بنصلي الأجل تركيا لأجل مرضى السكر الرب يتحنن على تركيا وعى المرضى ونراكم في ملء البركة والنعمة أنت أنا رب الرب يحفظكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة